وفي السياق كدى الجيش الاسرائيلي مسؤولية الحزب على الهجوم في مجدى لشمس مشرا إلى أن محمد يحيى القائد بحزب الله هو المسؤول على الاستهداف الجيش الاسرائيلي أضاف أن الاستهداف تم من مجمع تابع لحزب الله لإطلاق القذائف في شبع جنوب لبنان وأن الهجوم تم بصاروخ إيراني الصنع برأس متفجر يزن 50 كيلو جرام واعتبر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيا الحجاري اعتبر أن الهجوم على مجدى لشمس هو الأخطر منذ أشهر مؤكدا أن تل أبيب تجهز للرد العسكري نحن نعتبر أن الهجوم الذي حدث اليوم هو الأخطر منذ أشهر فقد مس أطفال أبرياء ومواطنين أبرياء من الطائفة الدرزية التي تحتضنها إسرائيل ومهمتنا في الوقت الحالي هي الدفاع عن أمننا في كل مكان وسنقوم بكل شيء للدفاع عن أمننا في الساعة الأخيرة حزب الله يكذب هو من أطلق صاروخا واستهدف أطفالا ويمكننا التأكيد أن حزب الله بهجومه الوحشي قتل أطفالا حسب معلوماتنا للسخباراتية هو المسؤول عن قتل أطفال أبرياء ومرة أخرى يكشف عن وجه الوحشي الإرهابي الجيش يقوم بكل شيء وسيقوم بكل شيء أيضا للدفاع عن إسرائيل الآن لا تغيير بالنسبة لنا في تعليمات الجبهة الداخلية نحن نخوض حرب متعددة الجبهات في وقت واحد منذ أشهر وتصاعدت منذ السابع من أكتوبر نحن نجري الآن التقييمات اللازمة وسنبلغكم بذلك فور الانتهاء منها وسيجرى لقاء بين القيادات الأمنية وسيكون لقاءا مغلقا ترجمة نانسي قنقر